السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً وبرحباً بكم مع هذا الموضوع الذي يتحدث عن من هو أبو الشارع القحطاني ولماذا أسير رأيي العام على مواقع سوشيال ميديا عن هذا الرجل وماذا كان يفعل وما الذي حدث معه القصة الكاملة أن أبو الشارع القحطاني هو مواطن يعني مثل أي مواطن آخر ومواطن عادي ولكن فجأة بدأ هو مواطن سعودي في البداية حتى تعلمون من هو وكان قد قام من قبل بتسجيل بعض الفيديوهات وكان يعمل في دعوة الإسلامية وكان يطلق على نفسه دعاية إسلامي وبدأ بالفعل في نشر أفكاره الإسلامية والنصائح الدينية وهو من موالدة 1986 وطبعا بي مقيم في الرياض وتعرف على الساحة إنه دعاية إسلامية وكان بيرسل هذه النصائح للمواقع والصفحات ويتحدث فيها عن أمور الدين والأمر المعروف وهذه الأشياء التي تعرفونها جيدا التي تتعلق بالدين وعرفة بهذا الشكل أو بهذا المضمون الناس عرفته على أنه دعاية إسلامية وفجأة وجدوا أنه قصر اللحية بتاعته وزا ما أنتوا عارفين أن أي واحد بمعروف أو مشهور الناس بتتكلم عنه كتير أو بتتابع تصرفاته أو بتتابع خطواته وهكذا تم متابعة أبو الشارع القحطاني وبدأوا يتبعوا وجدوا أنه قصر اللحية في البداية وبدأ يعني يختلف شوية عن شغله كدعاء إسلامية ويقال أنهم شاهدوه في فيديو وهو يرقص على أغنية للفنانة أحلام الإماراتية فطبعا سيم فيه هنا كما قيل وكما تردد أنه هناك تغير في التصرفات أعتقد أن هذه الأشياء ترجع ليه هو ولكن القضية أخذت حيز كبير من الاهتمام لأنها قضية رجل كان مشهور ومعروف لكن أعتقد أن الرجل هو أطلق لاحته قص صلاحته ورجص على الأغاني هذه الأمور تعود إليه هو تخصه هو لكن المجتمع عندما يجد إنسان شهير فيبدأ يحاسبه على كل تصرفاته وهكذا كانت هذه الضجة الكبرى التي أسيرت حول أبو الشارع القحطاني ما هي أكثر مما قيل عنه إنه كان رجل يدعو أول الله وفجأة تحول أو تغيره إلى تجاه آخر هذا ملخص إلى أشتاج وملخص كل ما يدور عن أبو الشارع القحطاني شكرا لكم